اشتركوا في القناة خليه شوفها بالأول تعا امي تعا خلي كريم يشتغل فيها وتعا انت وقفلنا تكسي خلينا نروح على بكير احسن ما نتأخذ بدي روح كريم فيك تصلح على حالك لبين ما ارجع يلا لمعي خفا بحاول جهدي هاي السيارة انتهت صلاحي توصل لازم نبدله اكيد يعطيك العافية سلفا كريم شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امي اشتقتلك انا اضعلاني منك كتير ليش هيك بنتي ليش بصير هيك معك وما بتخبريني ما قلتلك مبارح ما كان بدنا نلبكهم معنا امي ليش ما قلتلي دغري انه هايك البنت حاكتك وقالتلك هيك كيف تسمحي لا تنزعلك فرحتك ما هم بقدر صدق ما نقدر نخبي عنا هيك مصيبة عادي ارتاحي مرام عادي قالولي انك تخانأتي انت وسليم وطلبتي الطلاق معقولي بنتي العقلة تعمل هيك سليم قبل انك تتهمي لانه بيحبك بس نحنا ما منقبل بهالشي منوب لانه ما عنا شي نستحفيه او نخاف منه اصلا ممكن الانسان يتقبل اي شي الا سماته وهلأ صرنا عيلي وحده افريق هأ اصلا كيف تعالف افريق هايك كيف Always موسيقى إذا طلبت منك خدمة في مشكلة؟ في قطعة لازم فكها ونزلها على الأرض لقدر اتحكم فيها ومتل ما لك شايف هي إيديي ملوتين وما فيين يوسق شي ممكن تعطيني كيس موسيقى وكمان شايفة جاري ديزة فيه موسيقى 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 شكرا حتى هناهم بعد إذنك هاي القطعة فيها عطر لازم تتغير فينا نصلحها بس ممكن توطعون على غفلة أبوك شو كانت شغلته مو قصدي بس شفتك بتعرف أكتر من شغلة تقلت يمكن هو أعلمها وكان نجار معلمي قلمه وكان أشتر نجار معلمي غالب يهلمات من فترة قال لي إنه أبي كان فنان بشغلته كانوا همي اتنين يشتغلوا سوا بورشي واحد واحد نجار وواحد حداد وكان بيفهم بميكانيك وكهربت السيارات أهل الداعة بيحبوا شغله كتير أياما أنا كنت صغير وكان ياخذني معه على الورشة وبيعطيني أي قطعة بتطلع بإيده لا يتسلى فيها بهم أنا بفكة وبرجع بركبها لحتى تعلمت صغير أياما كنت صغيرة ما بفهم قدي كان عمرك وقدة يعني لما ماتت أمك كنت صغيرة ست سنين وانتي 12 سنين خسرت أبي أمي بنفس الوقت ما تسوا حادث يعني حادث قلب فيه هون التركتور طبع خالي كنا لأجعي من عرس بضيعة تانية والطريق كان ماشو كتير أنا وأخي طلعنا في سيارة جيرانا وهن نسبقونا ونحن بالطريق شفنا جمعة ناس وعلى جنب الطريق كانت الإسعاف وسيارات الشرطة معا بي الدنيا وقفنا لنشوف شوفيه لقينا هون سبحين قدموا باي بحياتي ترجمة نانسي قنقر